موسيقى في قرية صغيرة في كنيا تسمى كبسانغو تبعد حوالي 8 ساعات عن نايروبي التقيت بأطفال في صيف 2022 وسألتهم أن يكتبوا على بطاقات صغيرة ماذا يفكرون به عند سماع كلمة الفضاء منهم من رسم علم بلاده منهم من رسم صورة أهله منهم من كتبوا كلمات أغاني مشهورة ثم سألتهم عن أحلامهم عن المهن الذي يريدون أن يمارسونها في المستقبل الأجوبة كانت مختلفة أحد قال أنا أريد أن أكون شرطي طبيب الهندسة الزراعية رأيت فضاء تفاجأت عن هذا الاختلاف بين أطفال في نفس السن ممكن تكون هذه المرة الأولى أو الوحيدة لأطفال كيبسانغو يسمعوا محاضرة عن الفضاء وعن الصواريخ كيف يجب لهم أن يحلموا بشيء لا يعلموا عنه شيئاً لأن الفضاء بعيد المنال عن أطفال في قرية في كنيا ممكن الفضاء بالنسبة لهم هي أفلام الخيال العلمي ثم تذكرت أنا كنت مثلهم تماماً لم أحلم في الفضاء ولا أعلم يوماً ما سأبحر في هذا المجال ما كان عندي هوس في أفلام ستار ترك وستار ووارز وأقرب كارتون لي للفضاء كان كارتون إغليندايزر أحد يعرف كارتون إغليندايزر لذلك قلت لماذا كلمة صاروخ تختلف في اللغة العربية في اللغة العربية عندما تقول كلمة صاروخ هذه الكلمة تجلب المشاعر السلبية تحس بالخوف الحرب الصراعات لكن في اللغة الإنجليزية تختلف في الفكرة تماماً لأن عندما تقول كلمة راكت أو أنا راكت ساينتس أنا مهندسة صواريخ تحس نفسك أنت كوال أنا أساعد وأساهم في تعزيز هذا العلوم الاستكشافات الطريق نحو النجوم أي أحد يسألني ما هو عملك أقول أنا مهندسة صواريخ وردود الأفعال دائماً تكون مرتدكة أنت عراقية تبني صواريخ؟ ويجب أن أشرح أنني مهندسة صواريخ فضائية علمية سلمية وليست الصواريخ التي تقع فوق رأسنا بدأ فضولي وشغفي في مجال الفضاء من كان عمري 16 سنة عندما انتقلت إلى الولايات المتحدة مع عائلتي وأتذكر قرأت قصة عن فتاة ملهمة جداً تعمل كباحثة في وكالة ناسا لبناء موطن المريخ للتعلم عن هذا الكوكب أكثر على الأرض قصتها كانت ملهمة جداً وأثارت فضولي لذلك دخلت الجامعة ودرست الهندسة الكيمياء قلت إذا فشل مشروعي في مجال الفضاء على الأقل عندي خطة ثانية حتى أول عمل لي كان في مجال التجميل لكن في عماقي قلبي أعرف أنني سأعمل في مجال الفضاء بطريقة أو بأخرى فشاركت مع مشاريع كثيرة بنأت محرك صاروخي صغير أقمار صناعية شاركت مع شركات كثيرة وكان عندي هوس وحياتي تمحورت حول الفضاء فأنا الآن أقود فريق من المهندسين في شركة خاصة في ولاية كاليفورنيا لتصنيع الصواريخ والأنظمة الدفع الصاروخي السلمي وأنا أيضاً مدربة إنعدام الجاذبية في شركة إنعدام الجاذبية في شركة طيران وحلمي أن أذهب إلى الفضاء يوماً ما في 2018 عملت بحث سريع على جوجل محتوى عربي عن الفضاء للأسف الفيديو الوحيد الذي عثرت عليه كان لأستاذ يقرأ كتاب عن المجرات للجمهور تخيليوا أنا أقرأ كتاب لكم حالياً لكن عندما عملت نفس البحث في اللغة الإنجليزية اختلفت القصة تماماً لأن المحتوى الذي عثرت عليه كان ممتع جداً كارتونات وبرامج لكل الأعمار يخلي حتى عدم محبين الفضاء يحبوا الفضاء غزباً عنهم في ذلك الوقت عرفت إن هناك فجوة كبيرة في عالمنا العربي لم أجد المحتوى العربي الذي أريده في الفضاء فأنشأته بنفسي أسست منصة رقمية اسمها The Arabian Stargazer وهي منصة تدعم الشباب العربي باللغة العربية عن عالم الفضاء وأشارك بمعلومات وموارد بسيطة التي كانت تساعدني لما أنا كنت طالبة وأول فيديو شاركته في هذه المناصنة أكثر من مليون مشاهدة وبردود الأفعال كانت إيجابية جداً من الأطفال، الطلاب، المعلمين حسيت أني مسؤولة وملتزمة أن أشارك عالم الفضاء في الوطن العربي والتقيت في الكثير من الشباب من مختلف الأعمار والمهنات وأدرك أن لديهم الكثير من المهارات لكن ينقصهم الأمل يعتقدون أن أحلامهم مستحيلة بسبب موقعهم الجغرافي وما يستطيعون أن يغيروا من واقعهم لكن حال الطالب وحال الموظف في أي مكان ما يختلف يعتقدون أن العشبة أكثر خضرة في الجانب الآخر أشارك معكم قصة شخصية عندما كنت في الجامعة بنأت محرك لقمر صناعي في هذا الحجم في مسابقة مع وكالة ناسا وما كان عندنا ميزانية مال ولا كان عندنا دعم من الجامعة ولا كان عندنا حتى مكان نبني محرك بهذا الحجم فاسترنا أن نبني هذا المحرك في قراج السيارات وهذه الجامعة كانت في كاليفورنيا معناها أين تذهب؟ المشاكل تنحق أين أنت؟ لكن الشيء الذي يفرحني أن هناك أسس في عالمنا العربي في علوم الفضاء وعلوم الفلك لأن الشرق الأوسط كان منارة إلى البشرية وما نحتاج أن نبدأ من الصفر وهذا كان حلم الخوارزمي وبن سينة وعباس بن فرناس وابن الهيثم ما نحتاج أن نبدأ من الصفر لذلك لماذا لا ندرج علوم الفلك وعلوم الفضاء في المناهج الدراسية ونجعل الجيل القادم بخوراً بأرثه العلمي قبل خمسين سنة أو ستين سنة أنا واكب أخبار الفضاء مجال الفضاء كان يختلف كثيراً هناك بعثات هائلة تذهب إلى الفضاء أطلقنا مركبة وكرياسيتي لكوكب المريخ وتلسكوب جيمز ويبلي يكتشف أسرار الكون وحتى مفهومنا للسفر إلى الفضاء تغير هناك شركات تغير من هذا المفهوم قبل إذا ردت أن تكون رائدة أو رائدة فضاء يجب أن تتقن اللغات وتدرس الكثير من السنوات وتتدرب كثير من السنوات وممكن يمكن تصير رائدة فضاء لكن هذا الشيء تغير الآن فإذا اليوم استطعت أن ألهم طفلاً واحد وأنا أتكلم في اللغة العربية عن عالم الصواريخ معناها أيقظت في قلبه شغف لبناء الصاروخ القادم مزيناً هيكله باللغة العربية معناها زرعت في قلبه بذرة ستنمو وستصبح شجرة اختراعات واستكشافات فحين عندما نتكلم عن عالم الصواريخ والفضاء نتكلم عن السعي في السماء الأمل اللامحدود وفي كل حرف عربي نخطه على هيكل هذه الصواريخ هي رسالة إلى العالم أن الإبداع ليس مقيداً بلغة أو بثقافة بل هي قدرة الإنسان على التفكير بطرق جديدة وغير تقليدية وهذا ما يعني لي بالنسبة لي الفضاء هو ليس مجرد صور جميلة وكون وكواكب لكن هي دعوة مفتوحة للتواصل بين العقول يذكرني دائماً أن هناك شيئاً ينتظر أن يكتشف أن المستقبل مليء بالإمكانيات الواسعة تذكروا البطاقات الصغيرة التي تكلمت عليها في البداية هذه البطاقات ستذهب إلى الفضاء على الصاروخ الذي يعمل عليه ستكون حمولة على هذا الصاروخ سترجع إلى الأرض وتعود لنفس أطفال كابسانغو ليحلموا في الفضاء حتى يكون لديهم شيئاً ملموساً من الفضاء إن مكانهم الفضاء وممكن يوم من الأيام يتعلموا ويكونوا مميزين في هذا المجال لأن التعليم هو طريقنا إلى النجوم ترجمة نانسي قنقر